السلام عليكم ورحمة الله مع تمرين جديد لتلاميذ سنة الرابعة اذا بضع العملية ثم احسب عدنا هذه العملية افقية وهو عملية عمودية العدد الاول اربعة الاف مائتان وثمانية وستون ماقس الف ومائتان وتسعة وسبعون الذي الطريقة اذا نكتب الوحدات الوحدات العشرة العشرة المائتات المائت والالاف تحت الالاف تمانية ناقس تسعة اي هم اكبر التسعة اكبر من تمانية لا استطيع ان اطرح تمانية من تسعة لهذا استلف الواحد ويقرأ تمانية عشر وارجع الواحد هنا ويقرأ نحسبها سبع زائد واحد تقرأ ثمانية ثمانية عشر ناقس تسعة تسعة ستة ناقس سبع زائد واحد هي ثمانية اذا ستة ناقس ثمانية لا استطيع استلف وارجع واحد فقط ستة عشر ناقس ثمانية تسعوي ثمانية اثنان ناقس اثنان ناقس ثلاثة لا استطيع استلف وارجع واحد اثنان عشر ناقس ثلاثة كم تسعوي ثلاثة زائد تسع تسعوي اثنان اربعة ناقس واحد زائد واحد واللي هو اثنان اربعة ناقس اثنان تسعوي اثنان مع عملية اخر قدنا العملية الثانية ثلاثة الاف وخمسمائة وستة وتسعون ناقس الف وتسعى ستة ناقس تسعى لا استطيع ماذا افعل استلف ممكن تسلفوا لازم رجعوا بكي لا اعتبروا او بكي لا اعتبر خائنا ستة ناقس تسعى كم تسعوي سبع تسع ناقس سفر زائد واحد اللي هو واحد تسع ناقس واحد ثمان يا خمسة ناقس سفر تساوي خمسة ثلاثة ناقس واحد تساوي اثنان ننجز عملية اخرى مثلا سبعة الاف وستة ناقس ستة الاف وتسعمائة تسعة وتسع سبعة الاف وستة اكبر من ستمية وتعالي اذا استطيع ان اقوم بهذه العملية سبتة ناقس تسعى كم تساوي لا استطيع استلف واحدا وارجع ستة عشر ناقص تسعة يسوي سبعة صفر ناقص عشرة صفر لا استطيع استالف وارجع عشر ناقص عشر صفر صفر ناقص عشرة لا استطيع استالف وارجع عشر ناقص تسعة زائد واحد هنا دائما نحسبوه زائد واحد ونفوق نقرأ واحدات عشرة هنا عدنا عشرة هنا عدنا 90 زائد واحد 10 ناقص 10 سوي 0 سبعة ناقص ستة زائد واحد تسوي اذا 706 ناقص 1029 تسوي زبعة اذا تابعونا واستاركوا في قناتنا للمزيد شكرا على امتبعتكم إلى درس قادم